مرحبا معكم الدكتورة سوسن العقاد أخصائية مداوان لبية وخريجة كلية الأداء بقسم الترجمة بعطي كورسات مصطلحات طب الأسنان بالإنجليزي لهيك محاضرتي اليوم رح تكون بالعربي وبالإنجليزي بالبداية حابة أتشكر الدكتور مازين دوباني على هاي الفرصة بالوجود بهذا المؤتمر اللي حتكون محاضرتي فيه بعنوان Endodontic Diagnosis أو التشخيص اللوبي المصطلحات اللي حستعملها به هاي المحاضرة هي مصطلحات معتمدة من الجمعية الأمريكية لطباء مداوات الأسنان American Association of Endodontists وكمان بالAmerican Board البورد الأمريكي وأيضا كمان معتمدة من قبل امتحانات تعديل الشهادة بالخليج مثل برومتريك والبيرسن فيو وهذا كله رح اعتمد بهي المحاضرة على النشرة الصادرة من American Association of Endodontists الجمعية الأمريكية لطباء مداواء اللوبية ورح نزل رابط الPDF بالوصف تحت بداية التشخيص اللوبي بنقسم لشقين رئيسيين هنين Pulpal Diagnosis واللي هو تشخيص اللوب والشق الثاني هو Apical Diagnosis واللي هو تشخيص المنطقة الزروية خلينا نبلش بتشخيص اللوب وطبعا بالبداية لازم نعرف شو هو الشيط طبيعي لحتى نقدر نميز عنه اي حالات تانية ممكن تكون مرضية رح نبلش بالNormal Pulp واللي هو اللوب الطبيعي هو عبارة عن لوب خالي من الاعراض ابدا بيستجيب بشكل طبيعي لكل فحوصات الحيوية مثل البرودة، الحرارة، اختبار اللوب الكهربائي، الكتريت بالب تيست او اختصار وي بي تي وهو لما بيتعرض لاي نوع من انواع المحفزات رح يستجيب بشكل بسيط لهي المحفزات وطبعا الاستجابة ما رح تدوم لاكتر من ثانية او ثانيتين بعد ازالة المحفز الحالة التانية هي Reversible Pulpitus التهاب اللوب الردود وبهي الحالة ممكن نحن نتخيل السيناريو مع بعض اجا مريض وعم يشتكي من المع البارد فما اسناء الفحص ممكن نلاحظ وجود نخر عالسن او ممكن نلاحظ وجود ترميم عميء عالسن فمنسأل المريض هل يعترى هذا الوجع عم يستمر لفترات طويلة او بيزول فورا فحيكون الجواب انه الالم بيزول عنده زواب المسبب او المحفز بهي الحالة علاج Reversible Pulpitus التهاب اللوب الردود رح يكون بازالة العوامل المسببة فاذا كان السبب هو نخر فالعلاج هو ازالة النخر ووضع حشوة وايضا ممكن يكون السبب هو الحساسية العاجية Dental Sensitivity بتكون في العاج منكشف Exposed Dentine وبالتالي يجب تغطية هذا العاج لحتى ان تخلص من Reversible Pulpitus وبعد العلاج بعد فترة العلاج رح يرجع اللوب لوضعه الطبيعي وطبعا لما نعمل صورة اشعة حول زروية حيكون الوضع طبيعي ما في اي تغيرات شعاعية والامور كله تمام بعد اجراء العلاج رح يحصل الشفاء ل التهاب اللوب الردود ورح يرجع اللوب الى الوضع الطبيعي كيف بتأكد انه حصل الشفاء اولا غياب الاعراض لا تعني الشفاء يعني بعد ما ازلت النخر وحطينا حشوة سعم بسأل المريض ان شاء الله راح الالم فالمريض اكد لي انه زال الالم هذا لا يعني انه حصل الشفاء لحتى اتاكد حصول الشفاء لا يكفي فقط زوال الاعراض لازم يجي المريض بجلسة تانية جلسة متابعة follow up وطبع على السن بكافة الفحوص الحيوية لحتى اتاكد انه السن مازال vital حي لانه في بعض الاحيان ممكن انه السمن يصير خالي من الاعراض نتيجة النكروسيس تموت اللوب وبالتالي هو ما نحاسس باعراض مو لانه السن وضعه طبيعي وانما لانه السن تموت لذلك لحتى اتاكد من شفاء irreversible pulpitus لازم يكون في غياب للاعراض زائد فحوص حيوية اللوب لازم تكون ايجابي الحالة الثالثة هي symptomatic irreversible pulpitus symptomatic يعني عراضي irreversible غير ردود pulpitus التهاب اللوب وبالتالي التهاب اللوب غير الردود العراضي من اسمه symptomatic معناتها فيه اعراض رح يكون عندي الاعراض هي عبارة عن sharp pain ألم حاد نتيجة المحفزات زائد lingering pain lingering pain هو الألم هو أقصى أنواع الألم الألم يلي بيجي المريض عم يبكي من الوجع أو الألم يلي بيخلي المريض يدق للطبيب بمنتصف الليل اللون معد يتحمل الوجع ما قدران ينطر للصبح لحتى يجي لعند الطبيب هذا الألم بيكون بيستمر بعد المحفز لثلاثين ثانية أو أكثر أو حتى ممكن يكون الألم عفوي spontaneous pain زائد إنه هذا الألم ممكن يكون referred pain يعني ألم متشاعع يعني بيجي الوريد بيجيك بنص الليل موجوع عم يبكي من الوجع تفحصه وتسأله وتقوله شو السن يلي عم يجعك بيقلك المريض ما بعرف ما أنا قدران حدد السن اللي عم يجعني أنا حاسس مثلا الوجع وصلان لعيني حاسس الوجع وصلان لإدني حاسس الوجع نص فكي كله عم يجعني حتى لدرجة أحيانا ما قدران يحدد هل الألم من الفك العلوي أو من الفك السفلي هذا هو referred pain أو تحديد السن المسبب لهي الحالة أحيانا بيكون صعب كتير ونضطر إنه نلجأ لبعض الفحص الإضافية لحتى نقدر نحدد السن الخاص لأنه ممكن أثناء الفحص تكتشف إنه في عدة أسنان محتمل يكون منها الألم مثلا فيها نخور عميقة جدا وهن الأسنان قريبة من بعض فممكن إنه نلجأ مثلا نلجأ لسلكتف أنستيجيا سلكتف أنستيجيا يلي هو التخدير الانتقائي منخدر أن ننفي الأسنان يلي ما فيها ألم ونوصل للتشخيص السن الصحيح طبعا مثل ما ذكرت إنه أسباب التهاب اللوب غير الردود العرضي ممكن تكون هي نخور عميقة أو ترميمات واسعة أو ممكن يكون السبب أيضا كسور قدت لانكشاف النسوج اللوبية طبعا علاج هاي الحالة هو RCT Red Root Canal Treatments أو علاج الأقنية الجذرية الحالة اللي بعدها هي Asymptomatic Irreversible Pulpitis التهاب اللوب غير الردود اللاعرضي هاي الحالة هي نفس ذاتها الحالة السابقة ولكن الفرق فقط إنه بهاي الحالة المريض ما بيشعر بأي أعراض مع إنه هاي الحالة هاي الحالة هاي الحالة هاي الحالة هاي الحالة لا يحس بأي ألم أممكن إذا عملنا إجراء اختبار حيوية على هاي الحالة السن بوزيتوف رح يعطيني السن حين فبعد التخدير وتجريف النخر بتلاقي انه صار في عنا انكشاف للوب اللب ملتهب بهاي الحالة الجرسيم انتقلت من النخر للوب وبلشت تعمل التهاب باللوب طبعا علاج هاي الحالة هو حصرا روت كنال تريتمينت ما في عنا خيار تاني نحكي بالحالات يلي بتكون فيها ذروة مغلقة ومكتملة الذروة فالعلاج هو RCT حتما ممكن تكون الاتيولوجيز غير وجود تناخر كتير كبير ممكن يكون نتيجة رض ترومة رض سابق المرحلة التالية لالتهاب اللوب غير الردود هي البالت نيكروسيز رح يتحول لهذا اللوب للتموت صار عنا تموت باللوب وطبعا لما بسحتو استموتوا اللوب فالسن ما رح يستجيب لأي فحوصات الحيوية رح يعطي نيجة في الحرارة على البرودة على الEPT الكتيرك بالب تيست رح يعطيني نيجة في وهون في فكرة حابة اني وضحها بما يتعلق بتموت اللوب نحنا في عنا صورة نمطية لصورة الأشعة لسن متموت اللوب يلي هي اللوب تحتو قافة حوزروية بريابيكال ليجن طبعا كل جذر عليه قافة معناها اللوب متموت هذا صحيح ولكن يلي ما نو صحيح انه كل اللوب متموت لازم يكون في تحتو بريابيكال ليجن كيف يعني؟ اول شي لازم نعرف انه التموت اللوب بحد ذاتو لا يسبب تخرب العظم وبالتالي يلي هو نحنا منشوفه على الاشعة بقافة حوزروية وانما الانفكشن الانتان الذي يحدث نتيجة تموت اللوب وهي الجرسين يلي رح تنتقل من القناة اللوبية للمنطقة حوزروية هي يلي رح تعمل مع الوقت تخرب بالعظم أوسيوس بريكداون وبالتالي تعمل قافة حوزروية وطبعا بتحتاج لوقت تخرب العظمي لحتى يظهر على الاشعة ما بيظهر بيوم بيومين بده عدة اشهر لحتى يبين على الاشعة اضافة الى ذلك المشكلة حوله الزروية هي يلي بتعمل ايضا الم على القرع او الم على الجس وبالتالي اذا كان التموت ببدايته لسه ما صار في انفكشن فحشوف على صوت الاشعة المظهر الشعاعي طبيعي ما في اي الم على البركاشن على القرع ما في اي الم على الجس التشخيص التالي هو المعالج سابقا منشوف السن على الاشععاب موجود في حشو اقنية بغض النظر عن نوع حشو القناة ممكن يكون كوتباركة ممكن يكون ريزين ممكن يكون اقماع فضة اي نوع من انواع المواد حشو الاقنية ما عدا اذا شفنا ممكن ضيمات داخل قنيوي مثل مقات الكالسيوم وجود مقات الكالسيوم بقلب القناة بيغير تشخيص السن ما عدا اسمه previously treated لانه نحنا فينا انزيل الضيمات داخل القنيوي وما منيعتبره من مواد الحشو وطبعا السن حيكون ما رح يستجيب للفحوصات الحيوية هذا الشي مفروغ منه لانه ما عنا لب وعنا مواد حشو التشخيص الاخير لالتشخيص اللبي هو المعالجة المبدوئة سابقا ممكن يكون الطبيب نفسه هو يلي بدأ بالمعالجة سابقا او ممكن طبيب اخر بدأ فيها من فترة والطبيب التاني حيكمل بالمعالجة ممكن يكون فقط فتح حجرة لبية ممكن يكون السن معمله بالبيتومي بيتر لوب ممكن بالبيكتومي استقصال لوب لجميع الاقنية او لقناة من الجذور السن ممكن ايضا محطوط بداخل الاقنية الجذرية وطبعا رد فعل اللوب للفحوص الحيوية بهاي الحالة رح يختلف حسب المرحلة اللي موصلين فيها للعلاج وهيك منكون خلصنا التشخيص اللي بي ورح ننتقل للخطوة التانية من التشخيص اللي هي تشخيص المنطقة الزروية ادوات التشخيص يلي بتساعد بتشخيص المنطقة حول الزروية هنين القرع الجذر وصور الاشعاع بحالة الطبيعية رح يكون السن سالبي او نيكتف ع القرع والجذر وايضا شعاعيا ما حيكون عنا اي مظاهر تغير شعاعية حيكون عنا اللامينادورة او الصفيحة القشرية رح تبين بشكل موحد يونيفورم ما حيكون في اي توسع بالمنطقة الرباطية واكيد لازم حتى نختبر القرع والجذر لازم اول شي نبدأ بسن سليم ونعرف استجابة المريض للقرع والجذر ومن ثم مننتقل للسن يلي نحنا شكين انه يكون في مشكلة حول الزروية اسمتماتيك ابيكال بريودونتايتس رح تظهر على شكل ظلالية شعاعية حول الزروية ابيكال راديولسنسي حنشوف هاي الحالة مع بعض خلونا نلاحظ السن يلي هو رقم سبعة الرحة الثانية في عنا نخر كتير كبير هذا النخر ادى مع الوقت لتموت اللوب وتموت اللوب باطنيكروسيز حصل فيه انفكشن بعد فترة وهذا الانفكشن ادى لظهور ابيكال بريودونتايتس يلي تمثل عندي بشكل حالي من الراديولسنسي الظلالية الشعاعية مريض ايجاع العيادة ما عم يشكو منگالم الشكوى الرئيسيه طبعا ما كانت الم محاسس بگالم عملنا فحص البرتاشن القراع كان نيكاتف فحص الجس كان نيكاتف الشكوى الرئيسيه للمريض هون كان انه سن عم يجمع فيه فضلات الطعام وهذا هو الشيء الوحيد اللي مدايقه و جاية بس انه يحط حشوة لحتى يترمم هذا الشعاع بس طبعا السن هون بحاجة لر سي تي معالجة الاقنية الجزرية قبل ما نفكر بشو هي خيارات الترميم المتاحة لهذا السن وبعد ما نعمل الر سي تي بشكل جيد لهذا السن فالأبيكال بريدونتايتس راح تشفى تماما وبعدين بتم ترميم هذا السن بالترميمات المناسبة له الحالة اللي بعدها هي كرونيك ابيكال ابسس لاحظوا انه كل التشخيصات اللي حكيناها قبل هي اول مرة ببلش اذكر فيها كلمة كرونيك يعني مزمن التصنيفات السابقة من التشخيص كانوا يستخدموا كلمة كرونيك مزمن مع التهاب اللوب طبعا هلا انحنا ما استخدمناها استخدمنا مصطلحات تانية ولكن هي اول مرة بقول كلمة كرونيك او مزمن واستخدمناها مع كلمة ابسس يلي هي الخراج وبالتالي كرونيك ابيكال ابسس خراج زروي مزمن بيجينا المريض بهي الحالة غالبا بيترافق معه ساينوس تراكت الساينوس تراكت هو الناسور متل ما انا ملاحظين بيجي المريض بيشكو من وجود ناسور قريب من السن يلي فيه المشكلة مندخل قمع كوتابيركا داخل الناسور وبالتالي الناسور رح يدل على الجذر يلي عامل المشكلة مو فقط على السن اللي عامل المشكلة لا متل ما انا ملاحظين بهي الحالة هون الجذر الانسي هو يلي مسبب هاي المشكلة وعامل الناسور الاعراض تبع الكرونيك ابيكال ابسس غالبا بيكون الالم فيه غير موجود او ممكن موجود بعض الانزعاج المريض بيحس ببعض الانزعاج وايضا ممكن يشكي المريض بوجود طعم غريب مثل طعم مالح طبعا هذا نتيجة التصريف القيح عن طريق الناسور شوائيا متل ما شفنا رح نشوف اوسيوس ديستراكشن او اوسيوس بريكداون تخرب عظم كتير واضح وراح يكون على شكل راديوليسنسي والعلاج تبع هاي الحالة رح يكون ايضا طهير تنظيف الاقنية بشكل كتير جيد وحشو الاقنية الجذرية الحالة اللي بعده هي اكيوت ابيكال ابسس اي 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 الخراج الزروي الحاط هاي الحالة بتكون رد فعل التهامي على انتان انفكشن حدث بقلب اللوب وطبعا هذا الانتان حيكون تالي لتموت اللوب نيكروسيس وراح تكون ردة الفعل تبعه هتكون سريعة جدا هتتمثل بشكل الام عفوي شديد الام على القرع بشكل عالي جدا حساسية للقرع وايضا حساسية على الجسد هيتشكل كمية قيح كتير كبيرة وممكن هاي كمية القيح تأدي لسويلنج انتفاخ تورم بمناطق معينة من الوجه ممكن يجي المريض ووشه او خده منفوخ رح يصير عنده عدم تناظر بالوجه السيمتري طبعا الحل تبعه هو تصريف القيح باي طريقة سواء كان القيح متجمع بكيس متموج فلازم نفجر هذا الخراج او الكيس او ممكن يكون القيح متجمع داخل انسجة الوجه فممكن انه نفتح السن ونصرف عن طريقه القيح اذا اخذنا صورة اشعة غالبا هنلاقي وضع طبيعي ما عنا اي قافات ذروية لانه هاي الاستجابة بتكون سريعة جدا وبالتاني ما عنا وقت لحتى يكون في عندي تغيرات شعاعية ومثال عليها هاي الحالة مريض عمره عشر سنوات راجعني بالعيادة عم يشتكي من متل ما انا شايفين في عنده اسيمتري عدم تناظر في تورم بالجهة اليمنى عند خده وايضا في ارتفاع حرارة ووهن وتعاب شديد القصة المرضية اهل المريض عم بيقولون انه هو عمل حشوة على الضاحك الثاني العلوي من تقريبا شهر ومبارح بالليل بلش الالم والوجع والتورم واليوم الصبح كان عنا بالعيادة الفحص السريري بيّن وجود ألم شديد على القرع على الضاحك الثاني العلوي يلي نفسه السن يلي عامل عليه حشوة حشوة كومبوزيت من شهر تقريبا وايضا ألم على الجز الفحص الشعاعي اجرينا صورة شعاعية للضاحك الثاني العلوي وفعلا لقينا عليها حشوة كومبوزيت شعاعيا بالمنطقة الثروية ما في اي مشاكل غير انه الثروية مفتوحة طبعا هون عنده المريض لانه عمره عشر سنين فالزروية عنده مفتوحة ولكن ما في قافة حول الثروية ما في عنا راديلسنسي شوفوا فيه شعاعية بمنطقة حول الثروية وبالتالي التشخيص بهي الحالة هي أكيوت أبيكل أبسس خراج دروي حاد اي 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 طبعا العلاج راح يكون فيه له كتير مراحل ممكن انه نتطرق الى تفصينيا بمحاضرات قادمة وخاصة بهي الحالة اللي هي الثروة فيها مفتوحة العلاج لخراج دروي حاد عند الأرسنان مفتوحة الثروة الحالة الأخيرة هي condensing osteitis التهاب العظم التكسفي هاي الحالة هي حالة غير شائعة نادرة نوعا ما منشوفها عند الأعمار الفتية عند الأعمار اللي ما زالت بيطور النمو فالمظهر الشعاعي تبع condensing osteitis التهاب العظم التكسفي راح يعطينا قافة ضليلة على الأشعة radio opaque lesion طبعا موجودة عن ذروة جذر السن وحيكون فيه انفكشن بجذر السن ورد الفعل الالتهابي لهذا الانفكشن أو الانتان راح يعطيني تكسف عظمي يعني صانعات العظم osteoplast هي هون راح تعطي رد الفعل والدافع ضد الالتهاب بأنه هي تولد عظم بدل كسيرات العظم osteoplast هي يلي بالعادة بالدافع وبتعمل تحلل للعظم وبالتالي بيظهر شعاعيا على شكل الفيشافة على الإشعة radulescent lesion وهيك منكون وصلنا لنهاية هاي المحاضرة يلي هي تعتبر محاضرة أساسية الإفباء المداواء اللوبية وإن شاء الله منلتقى بمحاضرات قادمة اشتركوا في القناة